موسيقى هذا هو الدمار الذي خلفته التفجيرات التي باتت تعرف باسم الأربعاء الدمي تفجيرات استهدفت وزارتي الخارجية والمال وخلفت أكثر من مائة قتيل بعد فترة من الهدوء النسبي شهدتها لعصمة العراقية اليوم وبعد أقل من خمسة أشهر على هذه التفجيرات عصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالإعدام شنقا بحق 11 مدانا بتهمة تنفيذ وتخطيط وتمويل هجمات التاسع عشر من آب أغسطس الماضي الحكم جاء ليؤكد اتهامات سابقة لحكومة نور المالكي لشخصيات عراقية مقيمة في سوريا بالتخطيط لهذه الهجمات إذ أكد رئيس المحكمة علي عبدالستار أن أحد المدانين وهو السالم عبدالجاسم اعترف خلال التحقيق بتلقي الأموال من ضابط عراقي رفيع يقطن في سوريا يدعى نبيل عبدالرحمن ومن أبرز المدانين في الحكم الصادر مصطفى عباس الذي يعتبر أحد أمراء تنظيم القاعدة في العراق وشقيقه إسحاق الذي يحفل سجله بالعديد من التهم بحسب مصادر أمنية عراقية التفجيرات كانت طراحت العديد من التساؤلات بشأن قدرة منفذيها على اختراق الحواجز الأمنية إلا أن مصدرا أمنيا عراقيا حرص على التأكيد على أن الإهمال وحده هو المسؤول عن ذلك وأن ليس ثمة ما يثبت أي تواطئ وغني عن القول أن تفجيرات الأربعاء الدامي هزت الثقة بشكل كبير في قوات الأمن العراقية وبحكومة المالكي وأعادت عقارب الساعة للوراء لتطرح السؤال الأمنية للواجهة مجددا فيما البلاد على أعتاب استحقاقين كبيرين على الانتخابات النيابية والانسحاب الأمريكي فراس كداني بي بي سي